اشتركوا في القناة وخلاص جبنا سيرة الابطال كمان لازم نتكلم على نادينا العظيم النادي الاهلي اللي بيستعد كمان لمباراة كبيرة جدا في دور افطال افريقيا امام سانداونز مباراة طبعا من العيار التقيل وخلينا نقول ان النادي الاهلي دايما معودنا البطولات على البطولات معودنا دايما على الاستعداد القوي جدا لمباريات الكبيرة واعتقادي وشفنا دوت شفنا دوت امام بيرامدز والفوز بتلات اهداف مع الرقفة على فريق كبير زي بيرامدز لكن هناخد من دوت نروح بيه على جنوب افريقيا زي ما حضراتكم شايفين استعدادات قوية جدا للاعبتنا هناخد السقة هناخد اصرارنا هناخد روح اللي دايما موجودة في لعبة النادي الاهلي روح البطولة هناخد كمان معانا طموحاتنا واحلام جماهير النادي الاهلي بالحضاشر خلاص النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بيطالب بالحضاشر النجمة الحضاشر بإذن الله الطريق مش سهل الطريق عايز تركيز كبير جدا عايز مجهود كبير جدا عايز التزام على اعلى مستوى وعايز كمان اللي دايما ما بيغيبش هو جماهير النادي الاهلي كلنا كلنا وراء فرقتنا ان شاء الله في المباراة طبعا امام فريق كبير ساندونز مباراة يعني ان شاء الله بنحدد فيها ملامح طبعا ان شاء الله صعودنا ان شاء الله بإذن الله هنصعد نصعد اول نصعد تاني ما بيفرقش معانا للحاجات داية يعني نصعد اول مجموعة نصعد تاني مجموعة ولكن الهدف هو الصعود زي ما حضراتكو شايفين في الصورة استعدادات كبيرة جدا جدا بنشوف كمان على مستوى الادارة على مستوى التنظيم وجود فرقتنا خلاص بتستعد بشكل اكتر من رائع لهذه المباراة الكبيرة وزي ما قلت لحضراتكو مباراة ساندونز مباراة فاصلة في النادي الاهلي اللي ان شاء الله بإذن الله نكون اول المجموعة ولكن المشوار طويل والنادي الاهلي زي ما حضراتكو شايفين بيلعب تقريبا تقريبا كل 48 ساعة بيلعب مباراة ومباراة كبيرة اذا كانت مباراة في الدور المصري اذا كانت مباراة في بطولة افريقيا بيتسي موسيماني المدير الفني لنادي الاهلي تحية كبيرة جدا لهذا المدير الفني الرائع اللي في جميع المباريات الكبيرة بيثبت انه مدرب كبير وبيثبت ان احنا عندنا مجموعة من اللعيبة مميزة على مستوى الدولي على مستوى الافريقي عندنا لعيبة زي ما حضراتكو شايفين محمد عبد المنعم من اكتر المكاسب اللي انا على مستوى الشخص سعيد بتوجد هذا اللاعب جوه جدران النادي الاهلي وابنه هو ابن النادي الاهلي لكن بيضيف اضافة كبيرة جدا جدا حتى بعد غياب بدر بنون اكيد غياب مؤثر لكن محمد عبد المنعم يعني بيقدي بشكل اكتر من رائع ومن خلال طبعا منتخبنا ومن خلال النادي الاهلي فعايز اقول لحضراتكو ان شاء الله باذن الله مباراة يكون المكسب فيها النادي الاهلي بشعار مش هقول شعار الريفينج او الانتقام ده 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 فعليك اتغلبت هنا في القايرة واحد سفر فتروح هناك ان شاء الله تكسب واحد وتكسب اتنين قادرين على ده واثبتنا دوت في مباراة كبيرة امام فريق كبير اسمه بيرامدز لكن الاهلي فوق الجميع النادي الاهلي بيثبت في مباراة بيرامدز انه تاريخ يا جماعة بنتكلم على تاريخ بنتكلم على تاريخ كبير جدا بنتكلم على مؤسسة كبيرة جدا بنتكلم على جماهير بالملايين بنتكلم على لعيبة بيتموت نفسها في الملعب وعرفة قيمة التشيرت اللي لابسها وعرفة قيمة الشعار المحتوط على قلبهم من نادي الأهلي. هو ده نادي الأهلي اللي بيقدم مبارياته. الحمد لله على أعلى مستوى. إن شاء الله مباراة سانداونز لا تقل أهمية. لا تقل تركيزا. لازم نادي الأهلي. ولعبة نادي الأهلي. وهما ده عارفين والجهاز الفني عارف. وبيحضر بشكل أكثر من رائع. إجهاد ما بعده إجهاد. بنتكلم على مشوار طويل جدا من القاهرة. نروح لجنوب أفريقيا. لكن النادي الأهلي نادي كبير وقادر على التحديات.